من جد تحية بحضراتكم مرة تانية والحقيقة زي ما بقولوا كده في وسط مشاغل الحياة بتكون يعني كل مشاغل كل أفراد الأسرة عندها مشاغل كتير جدا ونحن بتكون عايزين نتجمع كأفراد الأسرة في وقت واحد وده بنلاقي فيه صعوبة شويتين تلاتة خصوصا بقى لو كان الأب والأم الأتنين بيشتغلوا والحقيقة برضو الصعوبة بتزيد بقى مع دخول المدارس والجماعات كمان الأمر بيكون صعب جدا إن الأسرة تتجمع مع بعضها ويعودوا يتكلموا سوا حتى على الغدى كمان بتلاقي كل واحد بقى بيتغدى في وقت مختلف وده بيأكل للمغرب ده بيأكل للعيشة ده بيأكل بعد ما بيرجع مشغل فبالحقيقة بتلاقي فيه صعوبة نحن نعمل موعد ثابت للأسرة وعلميا كمان قالوا من أهم وأجمل الأدوات التربية الإيجابية واللي بيسهل علينا حاجات كتير إحنا كأباء وأمهات هو الاجتماع الإسبوعي ما بين الأسرة حتى كمان بيدي مهارات كتيرة جدا للأطفال وللأبناء طب اجتماع الأسرة ده إيه فويده ويطرى نعمله إزاي طب لو هو له فويد كتيرة إحنا بقالنا كتير جدا ما بنعملوش أو أول مرة نسمع عنه دلوقتي يا طرى لو عملناه دلوقتي هيجيب فايدة ومفعول ولا خلاص يعني طالما مش بدأنا من بدلي بإحنا كده رحت علينا هنعرف كل التفاصيل دي مع ضفتنا لمشرفونا الأستاذة نورا نحاس المستشارة الأسرية والتربوية أهلا بيك أهلا وسهلا نسعد مساك ونسعد جميع مشاهدين الله يكريمك الحقيقة موضوع اجتماع الأسرة ده يعني ممكن يكون جديد على ناس كتير بتسمع وناس كتير مش عارفة إيه هو اجتماع الأسرة وإحنا كده كده عاديم معوضة في نفس البيت وكده كده بنجمع على التلفزيون أو بنقعد ناكل مع بعض أو ما إلى ذلك من حاجات ممكن نكون بنعملها مع بعض يختلف اجتماع الأسرة ده وإيه هميته عن هو النشاطات الطبيعية اللي بتتعامل بيننا كأسرة طبيعية عايشين مع بعض في نفس البيت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتير مبسوطة بهذا الموضوع خاصة لما صارت الأسرة بارح اللي صارت بارح اللي ما بيعرفوا أنه انقطعت السوشيال عن العالم أيوة وصرنا في عالم مجهول هذه الصدمة جعلت كثير من الأسر فعلا أجدني بعض المراجعات أنه أول مرة نحنا منصحة من غفوة اللي هي طول النهار موبايلات بإيدينا إيدينا نحنا إما فيس إما نستجرام إما في واتس أب كل العالم موجودين فيزيولوجيا مع بعض فيزيائيا موجودين مع بعض لكن كل واحد مخه بمكان آخر وهذا الشيء طبعا تربويا وأسريا يعني مو بس مزعج إلا هو يعني خطير للغاية لأنه الأصل في الأسرة أن تكون عائلة تلوم بعض البعض أن يكون هناك انفتاح ما بينهم البعض يفهموا بعض يشعروا بحاجات بعض حتى قبل ما يقول الشخص أنا بحاجة ألو يعني وصلنا الآن لدرجة من الانحدار لأنه الطفل صار يبين تماما ويوضح أنه أنا أحتاج للماما وأحتاج لبابا عن طريق سلوكات الغلط أو سلوكات الغلط ما يعمل مشاكسة ما يعمل يضرب إخواته أو يعمل مشاكل بر البيت أو حتى يمسك الماما يقول له ماما تركي الموبايل أنا عندي حفيدي الحمد لله زوجة ابني ما كتب تمسك الموبايل لكن لما تمسكه الولد بصراحة واضح عمره ثلاث سنين بيمسك الموبايل بيرمي عايزة دي مبني عايزة دي مبني بيقول لي ماما سيب تليفون أي حد في البت سيب تليفون ولا ثانية ماما إلي ماما ملكي أنا طبعا نحن من ريد الاعتدال ومن ريد التوازن أكيد الأم لها وقت مخصص والولد له وقت مخصص لكن لما الأم أفرطت في استعمال السوشيال وكذلك الآن صاروا الأولاد خاصة يعني ببراءتهم المعتادة أنه يطلبوها بصراحة وحقوم نحن كعائلة لما صارت قصة صاحبوا الفيش تبع السوشيال صحينا كلياتنا ولاقينا أنه ما في شي نعمله على الأسف الكل وقف مزهول شو أعمل نعمل إيه وقت كله كان مشغول بالسوشيال أنا الآن شو حق أعمل يعني يهرشونا رؤوسهم أي مناشاط ممكن نعمله فكل صارين يضرب راسه بالحيط يعني بعض الناس خديتها بشكل كوميدي احنا طلعنا من القوة نتعرف على بعض إيه ده أنت معنا في البيت في أهل الوزاة لأننا من أمتى من أمتى جيت في الأصل أنه صحي بيأكلوا مع بعض صحي إنه بيطلعوا مشاوير مع بعض حتى بالمشاوير الغالبية بيكونوا ماسكين الموبايلات ومعهم النت دائما أو عندهم صور أو عندهم ألعاب حنتي دخل المطاعم دلوقتي تشوفي الأسرة ده خارجين مع بعض بس كل واحد ماسك في التليفين حتى ما الأكل ييجي يعني لأ والمطعم وانتي دخل يقولك أن من ضمن مميزات مع الأسف إذن هذه الأمور الآن حاصلة وعلينا الاعتراف أننا في حالة يرسلها من لا تواصل اجتماعي بحيث أن الأسرة اللي هي الكلام عليها في بناء المجتمع متفككة سواء كان الطفل مرمي أمام الشاشات حتى يتفرج وينطمع طيور العفريت ولا الأمات ولا الآباء بيجوا المساء تعبانين وسرحانين وهمهم يجيبوا أكتر ماديات لحتى يسكتوا الأطفال ويسكتوا الزوجة لكن لما نجي على الطرف الثاني اللي هو الصراط المستقيم أو الصح اللي لازم نمشي عليه وتكون الأسرة السليمة على الأقل على الأقل يكون في ساعة أو نصف ساعة أسرية يوميا يوميا طبعا يوميا أنا شخصيا هتقولك كثير أو يا سيدة نورة شخصيا يعني ساعة يوميا أنا ساعة كل أسبوع تقولك ساعة في الأسبوع كنت واقعة بهذا شخصيا فقيت في يومنا الأيام لقيت بنتي تحتاجني يعني صارت تعمل بعض التصرفات أو حتى صارت تقول فقلت لا كل الأولويات اللي أنا حاططت على طرف صارت تحت نومبر تو ليه لأنه نحن بالغالب شو منعمل منمشي بالوسائل ومنمشي بالوسائل ومنحب الوسائل ومنحب الأدوات ومننسى الغاية اللي هي لأجلة نحن موجودين أولا لحسن العبادة وحسن الخلافة ثانيا أن نكون يعني أمهات صح ونكون أزواج صح ونكون أولاد لأمهات صح يعني في عنا أطر اجتماعية يجب أن تكون أولوية بحياتنا بالفعل اتفقت عقاة الاتفاق أنا وبنتي أنه خلاص إذا أنا نسيت أو انشغلت أو أخدتني أولوية على أولوية ذكريني لأنه إليك أولوية بيومي بالفعل فكانت هاي الغاية الأبهات يعني أنا حطي وصية مباشرة مني للأبهات حالة وشقيان لما بيجي الولد لحضنك حيجي مشان شو هو حيجي عشان ياخد الدفق والحنية فأنت لما بتكون تعبان تعبان مشان مين مشان الولد ولكن لما بتكون أنت تعبان لدرجة ما عاد عندك للولد أي كلمة حلوة تقول له ياها إفادي التعب زوجة أي كلمة أو لفتة أو لمسة أو حنية تقول له ياها فأنت أنت انشغلت في الوسيلة عشان الهدف اللي هو نسيانه إذا خلينا نركز على الأهداف خذ من حصة يومك يعني شيء قليل يا جماعة نصف ساعة ربا ساعة رجوعكم نحن نتكلم في موضوع الوقت ده لأن أكيد هيبقى فيه اختلافات كتير من اللي يقولك أنا لما بصدق جمعهم يوم الجمعة ولما بصدق جمعهم في أي ويك اند سواء دص سنة ولا آخر سنة ما عندناش إحنا الكلام ده ولكن خلينا بقى أتكلم معاك علميا بيقولوا في مستشارين الأسرة والتربية كمان بيقولوا إن الاجتماع الأسري ده بيعلم الأبناء مهارات حياتية كبيرة جدا جدا أهمها إنه هو يقدر يحل المشاكل بتاعته وتاني حاجة منها إنه مستمع جيد يعرف يسمع وما يقطعش حد في الكلام فأقولي لي بقى الأهمية الكبيرة للاجتماع ده غير إنه هو بيسمع كويس وإنه هو ما يقطعش حد ويحترم الناس في الكلام إنه يعرف يحل مشاكله عايزة ده هيفيد ابني إيه لما يطلع للمستقبل في مجتمعه خلينا عزيزتي نادا نحط الطفل أو الشاب حتى المراهق بأكتر من المعاناة بتكون مع المراهقين لما بيطلعوا من أسرة متفككة نوعا ما نحن ما نمو فصلين نحن موجودين ومنحب بعض نحن فوادي بس بالضبط بس نحن كل واحد عايش بحاله وكل واحد يعني الأحسن يروح غرفته ويسكر عليه الباب فلما بيطلع هذا المراهق لبرة وبيشوف أجواء مفتوحة وبيشوف فتن من كل الأشكال حيرجعوا معه مشاكل بده حدا يساعدوا فيها لما بيكونوا الأم والأب موجودين في البيت ومفتوح صدرهم وسامعين أدانهم سامعة فالطفل لما بيرجع المدرسة أو المراهق لما يرجع المدرسة حيلائي ناس حيلوله تامى بعض نحن المشكلة نحن كأوباء أمهات شو منعمل يا أما منخليه يتقفص الاتهام والحق عليك وأنت وأنت وقليلي التربية وإلى آخر يا أما منترك الولد مثل ما بده يشتغل ونحن نخلي الولاد فاسد فاسد ما بيستطيع والحل الصحيح أنه أجيب الولد أنا وياه نتعاون لحتى نحل المشاك إذن هي إصلاح للنفس أولا بيحيث أنه الولد يحل مشكلته ويتعلم المسئولية أنت عملت فلان غلط تحمل مسئوليتك وروح صالح وروح رجع وروح وفق كما أفسدت من نفس الخطيئة اللي عملا تانيا فعلا لما بكونوا البيت مفتوح على بعض والبعض يعني مثل ما قلت بيتعرفوا على بعض يا جماعة نحن لما بتجي العروس بتسأل عن العريس يعني بيقولوا الظاهر اللي موجود أنا باسورد مخفي أنا تليفون ما بيعرفوا يكون تبعة أنا صحوبية ما حد بيعرف عن حدها كله داخل داخل خيمة لا أولا وانت عارف اللي بد يشوف وحبت النقطة أنت دلوقتي بتلاقي أباء كتير جدا وأمهات كتير جدا حطين ولادهم في منزلة وما يعرفوش أن تحت السواهد واي احنا مش بنخوف الأباء والأمات ولكن ده واقع بقى موجود العيل مع صحابهم بوش ومع نفسهم بوش وفي البيت بوش الملايكة فالأبو يتفاجأ ابني مش كده ويتفاجأ ابن بني عمل بلاوي بره عشان شو صار هذا الموضوع نحنا في عنا حد وسط دائما في أي موضوع لما منكون كتير رخوين بالتعامل مع الأولاد بيصيروا سايبين يعني ما عندهم أي قوانين ولما منكون حازمين جدا وقاسين جدا بالتعامل حيروح الولد يخبي يتصرف من وراء ظهر الماما والبابا الذي نريده هو الوسط اللي هو التوازن والاستقامة اهدنا الصراط المستقيم كيف بيكون أنه الولد يجي إلى إقناة مفتوحة أنا سامعك أنا موجود أنا مشتألك أنا أحضنك يا جماعة الاحتضان منسية هذه القضية منسية يعني حتى لو صار عمره عشرين سنة ولما يجي على حضن الماما وتحضنه وتمسح على شعراته بالدنيا والله والله لزيزة الله لا يخرم حدا من أمه والأبو يا رب هذه الأشياء لها قيمة كبيرة عند الأبناء وكذلك الأبناء لما يكبروا أباؤهم ومهاتهم كمان الاحتضان واللمسة والحنية والسماع والإصغاء والاهتمام أنا حمزة بني بيسمي الاحتضان ده الشاحن الشاحن يقول لي الشاحن كان في المية 40% والاستي في المية وهو على أساس فعلا هي قضية شاحن لأنه الإنسان فعلا الكبار بينشحنه لما بيضمه الصغار والله أنا أي طفل بالعالم بشوفه بحضنه بشعر بحيوية ومشاط وكأنه رجعت للحياة أي طفل بقى كيف واحد ابنه أو بنته أو زوجة أو زوجته يعني لازم يكون هذه الاحتضانات والقبولات واللمسات الحنية والاهتمام السؤال عن الآخر في كل حين حتى تكون العينة منضمة لبعض البعض المسائل جميل بقى نيجي بقى في الاجتماع بقى نفسه هنقعد نعمل هنقعد نتخنق ونقعد نقول فلان عمل حاجة كغلط وننتقد في بعض ولا المفروض الاجتماع ده يبقى عمل إزاي خلينا نتكلم فيه لكن معنا اتصال تليفوني معنا أستاذ نور الدين من المغرب سلام عليكم أهلا وسهلا بحضرتك الله يكرمك تحياتنا لحضرتك رب نبارك فيك وفيها الله يكرمك عندك أي سؤال أستاذ نور الدين طيب نتقطع الاتصال حاول تكلمنا مرة تاني نيجي بقى الاجتماع الأسرة ده وإن المفروض يحصل فيه سواء كان بيتعمل مرة في الأسبوع للي عياله في أماكن بعيدة جامعات أين كان الظرف أو بيتعمل بشكل يومي خلينا نشوف لو هو بشكل يومي يبقى فيه إيه الاجتماع الأسري ده ولو بيتعمل بشكل أسبوعي المفروض يبقى فيه إيه ونقعد نتكلم في إيه وعود أنا نأوجه هو أقول له أنت عملت كذا خمسة أسبوع غلط وأنت عملت كذا النهار ده من الصح ولا نقلبها حالة بالتخناء وكل واحد يحط على التاني اللوم والعتاب ولا إيه المفروض يتعامل في الاجتماع ده قبل أنه نحكي عن الاجتماع الأسبوعي خلينا نبدأ من اليوم نتفق مع بعض نحنا بالستوديو على الأقل واللي سمعين مراء الشاشة يتعاقدوا ويتعاهدوا معنا على أنه فعلا نحاول لو ربع ساعة أرجوكم ربع ساعة يكون فيه اهتمام لكل طفل أو كل فرد بالعائلة سواء كان جد أو أب أو زوجة أي أن كان ثانيا لما بكون عمنا تراكمات كل يوم عم نسأل عن هذا الشخص ما حنجي باليوم الأسبوعي ونتفاجأ شو هالبلاوي حسنا طول الأسبوع فإذا فيه نوع من التحضير اليومي وفيه متابعة وفيه اهتمام مفرغ مفرغ من جوه أما لما بيجي يوم الاجتماع الأسبوعي وبينكشف الستار وبلاقي الولد في حالة يرسلها أو البابا اكتشفت بابا مثلا بيدخن فجأة بابا بيدخن أو ماما حكت كلمة غلط بيوم العطل لازم أفقشها للبابا فهذه الأساليب وهذه الليل لأنه ما نعرف بعض فإحنا لما مكون عنا اجتماع يومي مستمعين لبعض مصغير لبعض حيجي الاجتماع العائلي إن شاء الله حيكون بخير طيب أثناء الاجتماع اجتمعنا مع بعض يوميا وحبينا بعض وقبلنا بعض أيوة الاستفتاح داخل أو الكبار ما بيحصل بياخد وقت لو الناس اللي بلاد مش متعودين عليه يعني مش بين يوم وليه لديه عايز يدخل حمام وضفتكر أنه عايز يستحمى وضفتكر أنه عنده واجب نصف أخلص وكل واحد بيخترع له حاجة في الاجتماع العائلي كتير حلو أنه العائل أنا مرحبا أسمي الأم أو الأب العائل بالعائلة الحكيم بالعائلة يمسك الدف طبعا ويبلش باقتراحات ومبادرات أنا كان عندي لما كنا مع بعض كل أسرتي الآن كل واحد تزوج صار بمكان ونعننا كان عننا أوراق كل واحد بالعائلة مثلا يقترح عدة أكلات لأسبوع مشوار أي مشوار بتحب الروح أنت شو رأيك نوع من الأنشطة احكي عني وبحكي عنك مثلا وأنت الولد رائع هذا التمرين رائع وبيسلي يا جماعة نحن نحس الواجب أمام الأولاد أنه الولد أنا عشانه بدي أترك كل شيء عشان الولد يعني مهمة صعبة مملة لكن لما بتعودوا قداموا أنتم مستمتعين بالفعل حيرجع لكم لكم هذا الشيء وحتطلعوا من اللعبة أنتم متنشطين لأنه كل واحد فينا عنده طفل صغير بريبي صغير موجود جوة محتاجة كبيرة فتاة بريئة يعني قالت ماما بتعمل إزاي أنت تكتشف أكتر حاجة هو بملفت انتبهه عندك يعني إذا أنت عائي ولا بتبحكي على طول ما قلدني يا تسنين في الزيت في الزيت ماما بص أنت بتعمل إيه لما بتغيبت مرأة أنت عارفة إيه على طول بيقلد إذن هي فيد باك يعني أنا فيني أشوف أولادي أشوف نفسي من خلال عيون أولادي من خلال فلتات لسانهم والأحكيات اللي عم يحكوها ممكن نلعب لعبة السر الكلمة الخفية ويكتشفوها اسم أغنية اسم مطرب اسم شيخ اسم أي شيء لاعب كورة لو ساعد كمان تلعبي معي مثلا ماما بتحب إيه أكتر أكلها أو أنت فلان بيحبي أكتر وكل العيلة تجاوب وهو يقول صحة أو غلط بتفرق يعني تعرف أولادك أكتر إذن لما مكون جالسين نخلي الموضوع أوبين يعني مفتوح بين العيلة كل واحد يقترح أنت شو بتحب أي لعبة تذكروا اللعبة الحلوة القديمة الجديدة اللي ما بينسوها كل الأجيال طبع إنسان حيوان لا تنسى الأولاد مهما كنتم بحفو هذا الموضوع برجعوا بتنافسوا يعني التنافس بالخير بحيث أن كل واحد شو عملت هذا الأسبوع خير مرح يعني نقلبها فرح وسرور ما نقلب أنا كد يعني هي فيها مرح وسرور وفيها حاجات كده طب بس أنا برضو أنا في مغزة تاني أنا عايزة أحققه من الاجتماع ده أنا عايزة أقوم أنا عايزة أحط بعض القواعد المعينة أحطها زي باللعب كل واحد عنده كرسة أصلا أخر الأسبوع جايلي بكرسة وببلوة من المدرسة أنا عايزة أحل ده النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده منهج رائع دائما كان يقول ما باله أقوام ما باله أقوام عمره محط بني آدم قدامه لا مسلم ولا كافر وأرهم فيه وقهر وزعله أبدا يعني اللي بين دول هيفهموا هيفهموا ما بالأقوام حاطينه على ألبوم مراوح لأنه يا نادا نحن تعودنا على أنه نرفع 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 العقوبات ونرفع الشتائق ونرفع النقد واللوم وصلنا إلى درجة ما عنه يفهموا غير هيك انت عارف يا نادا سعادة كان فيه ولد اسمه حمزة اسمه حمزة وعارف بالضبط أنت هتحكي اسمه حمزة نحط القوانين بالتشارك مع بعض خلينا نحط مع بعض ماما شو بتريده قانون جديد وأنا أكون أول واحد ملتزم بهذا نحن اللي بيصير معنا من تعالى فوقية مع الأولاد ومنقول يلا يا أولا شو هتحكم فيكم هكون مصيدة وانا الديمقراطية في الموضوع انت حتى تلاقي دلوقتي بعض الأبناء بيقدر يحط قانون لما تقول لهم بطل تسيب تمسك التليفون يقول لك طب ما انت تمسك التليفون عيني عينك مثلي مثلك لما بتعودي على هذه الديمقراطية حيحطه هو ممنون وإذا خالفت هذا القانون انت تقرح العقوبة وأنا بجربتها شخصيا العقوبات متنوعة وبيختار اللي أخف أيوة يودي أهرف كده عشان ما يقفش نفسه أحسن قلبت لشو لسرور من قلبت لنكاد حيضرب تحية وياخد العقوبة وهو ممنون يعني إياكم تحولوها لقصة أنا البابا العسكري الحاكم القاضي والماما اللي بتتجسس وبتجيب له المعلومات من تحت لتحت هتقلب القصة بعدين أهرب من هذه العائلة أحسن لي يعني القاعدة معهم مملة يعني أهر يعني جماعنا خليني بحالة أحسن لي فإذا الجلسة العائلية هي عبارة عن فتح للقلوب عبارة عن ألعاب وأنشطة حتى نحب بعض أكتر مون نتخانق مع بعض أكتر ونطلع من الجلسة عملنا بشكل لعبة القوانين كتبناهم وكل واحد بيخطوا كل واحد بلون ومن بتريدوا نعلق بهذا الصالون ولا على التلاجة ولا من بتكون مين أول واحد هيحقق القانون مين أول واحد يعني يرفض القانون شو حنعمل فيه إذا عمل كذا كم واحد حصل خيرات هذا الأسبوع مثلا الأبي يقول لهم أنا حصلت كذا أنت صدقت أنا تصدقت أنت بكام أنا بكام وهكذا حتى يصير شوي ديناميكية بالتعامل باليوم الأسبوعي طيب نشوف إحنا معنا تقرير نعد في الإعداد بيتكلم عن اليوم الأسري أو الاجتماع الأسري يا طرأ إيه فويد وطرأ إيه الحاجات اللي هيفيد بيها كمان كل أفراد الأسرة نشوفه معاك مع كل مشاهدين ومتابعين ونرجع نكمل حوارنا أهمية الترابط الأسري الترابط الأسري يعني وجود علاقة من المودة والرحمة تجمع أفراد الأسرة الواحدة وترجع أهمية الترابط الأسري إلى توفير جو صحي للتربية السليمة للأبناء زيادة ثقة أفراد الأسرة بأنفسهم وثقتهم بالآخرين يساعد على سلامة الصحة النفسية للأبناء الشعور بالانتماء الدائم للأسرة وللأبوين يؤدي إلى زيادة وقوة التحصيل الدراسي للأبناء يقلل الضغوط النفسية التي يتعرضون لها خارج نطاق الأسرة كما يعمل على زيادة إنتاجية الأفراد داخل المجتمع طيب إحنا شفنا إيجابيات كتير من ضمنها كمان حاجات كتير حضرتك ذكرتها معنا ولكن إحنا عايزين بشكل مباشر المعوقات اللي هتخلي الأسرة مش قادرة أنها تعمل الاجتماع الأسري ده وإزاي أقدر أتغلب على المعوقات اللي هتقبلني أهم معوق أشترك على السؤال طبعا أهم معوق أنه أنا البابا وأنا الماما بدي حط الأولاد وأعود معهم شوية عيال أعود معهم هي قاعدوني دول فأنه يعني أنا شغلة والماما أنا كبيرة بدي أضيع وقتي مع الأولاد هذا الموروث القديم اللي جيل عن جيل عم يتورسوا أنه البابا في قمقم لحال والأولاد لحال أو الزوج لحال والزوج لحال فحيخلي الأسرة ما تترابط الحال برأيي أي شيء من السلوكيات تبدأ من الوعي الوعي الزاتي أنه ما مهمتي أنا كأب أو أنا كأم ما هي مهمتي الأولى لما بيدرك الإنسان في ترتيب للأولويات في شرع عم يقودنا مو كيفي مو لأنه بحب أفهمان اتخذ إله وهوا لا لأنه في شرع عم يأمرني وخيركم خيركم لعياله وين الخير طبعك أنت أيها الأب وين الخير طبعك أيها الأم فأول شيء تفرزيه للمجتمع هو أولادك هذه الأمان التي أعطقيها الله سبحانه وتعالى حتقدر تعطيها كل شيء عندك وتودية من بعدك حتى تكون موروظ طيب صدقة جارية لما بعد فإذا أولاً الوعي الزاتي بحيث أدرك مهمتي في الدنيا ثانياً أولوياتي الحياتية ثالثاً أدرك أن كل كلمة وكل جلسة لها ثواب عند الله ورابعاً وهو مهم كتير وما بقول أهم من قبلهم أنه ربما تكون هذه الجلسة هي آخر جلسة بحياتي مع الأولاد نعم تتعطينا بقى كده ليه بقى لكده يا جزيزة نومياً إذا ما حطينا هذا الموضوع بعيوننا صدقوني رح نطلع من الدنيا ونحن خسرانين كل يوم نعتبره آخر يوم شو الحصال اللي حنحط فيها شو الأشياء اللي حنحطها مع الأولاد إذا الآن ريحته ما رجعت على البيت شو الأفكار يحيفكروا فيه يعني يمكن بالأول يزعلوا بها شو الأخينا اللي واخدينها عني إيه آخر انطباعنا سايباة عندهم أنا أروح عند رب العالمين شو الترجمة تبعي شو السيفي تبعي صراحة ده خير وختام نختم بيه فقرة بصراحة نحن كل يوم نقول إيه آخر انطباع قبل ما نام كده عيالي يخدوا عني أو أنا سبته عندهم يفتكروني بيه لو لا قدر الله حصال لي حاجة نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أنه يحسن أولادنا ويحسننا لأولادنا اللهم أمين شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى النصاح القيمة وعلى الموضوع ده سيدة نورا النحاس المتخصصة التربوية شكرا جزيلا لوجودك معنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يصلح كل البيوت يا جماعي بصراحة حاجات بسيطة جدا جدا لكن الولاد دول لهم حق علينا الموضوع مش أكلوا شربوا وكأننا عمالين نعلفهم وخلاص الموضوع تربية احنا هنسأل على التربية مش هتسأل أنت وقفت كم ساعة في المطبخ تطبخ لهم أكلة محمر ومشمر ومش هتسأل أنت جبت لهم لبس عامل إزاي ومركات إيه اللي أنت ملبسيها لهم لكن هتسألي عن أدبهم وعن أخلاقهم وعن قيمهم وعن دينهم في المستقبل فخلينا نركز في اللي هنسأل عليه واللي هيطلعهم صالحين في المجتمع وندعي لهم دايما اللهم أصلح حلهم وجعلهم صالحين مصلحين هاديين مهديين وارزقنا الحكمة في التصرف معاهم وحسن تربيتهم خلينا نطلع معكم لفصل قصير ونرجع نتابع مع